توم وكريس وإلينا ثلاث أصدقاء من مدينة صغيرة قرروا القيام ببحث عن كنز قديم مفقود منذ قرون وقرروا أن يبحثوا عنه في المكتبة العامة للمدينة ثم الذهاب إلى المعبت المعجور في المدينة القديمة في محاولة منهم للحصول على أي معلومات عن مكان الكنز الضارع وبعد مجهود طويل حصل الأصدقاء الثلاثة على معلومات عن مكان الكنز المفقود وهو مقصورة عائمة بالقرب من البحر الشمالي فقاموا بتحميل كل أمتعتهم ومعداتهم وكل ما يحتاجونه لإنجاز مهمتهم على سفينة كبيرة مؤجرة بدأ الأصدقاء الثلاثة المغامرة وبدأت السفينة في التحرك وبدأت العواصف تتزايد والأمواج تضرب السفينة من كل مكان ولكن توم يحاول التحكم في السفينة لتجاوز مفاجئاتها والأمواج العالية القوية يصل الأصدقاء الثلاثة أخيرا إلى الغابة القديمة وهي قريبة جدا من بحر الشمال ولكنها مليئة بالأشجار المتشابكة وبينما هم في طريقهم للبحث عن الكنز تظهر لهم أفعى كبيرة وضخمة وتحاول اقتراب منهم ومواجمتهم فيقوم الأصدقاء بالسلاسة بالجري للغروب مسرعين من الأفعى الضخمة المخيفة وفي محاولة منهم للنجاة من الأفعى الضخمة فيجدوا أنفسهم قد دخلوا في نفق قوين ومظلم وملئ بالحشرات المخيفة فيخاف الأصدقاء الثلاثة ويحاولوا الهروب من النفق المظلم وبينما هم على هذا الحال في النفق المظلم إذا بباب في النفق المظلم يتحرق فينظر الأصدقاء الثلاثة إلى الباب فيجدوا أن الباب يتحرق ويفتح ويفرج الأصدقاء رجوع الغرفة خلف هذا الباب يتحرق الأصدقاء إلى داخل الغرفة فيجدوها مليئة بالذهب والمجوهرات وإذا هي مقصورة الكنز المفقود الذي كانوا يبحثون عنه يقرر الأصدقاء الثلاثة العودة إلى مدينتهم بعد حصولهم على الكنز ويقوموا بإعادة أمتعتهم ومعداتهم على السفينة الموجرة ويبدأوا في الإبحار عائدين إلى مدينتهم وبينما هم في طريقهم إذا الأمواج ترتفع والعواصف تتزايد وتشتد وإذا بسنطوق الكنز يطير ويطع من السفينة في البحر ويكاد الأصدقاء يفقدوا الكنز يقوم كريس بالقفز من السفينة في محاولة لإعادة سنطوق الكنز مرة أخرى ولكنه يفاجأ بسمك الكرش مفترسة تقترب منه وتحاول افتراسه يظهر قارب من قارب النجاة أثناء محاولة اقتراب سمكة الكرش من كريس ويحاول أن ينقزه ويعيده إلى السفينة مرة أخرى يصل الأصدقاء الثلاثة إلى المدينة فيقابلهم أهل المدينة بالترحيب والاحتفال والتهنئة على شجاعتهم وما قاموا به من أعمال تستحق التقبير يتذكر الأصدقاء اللحظات التي مرت بهم وما يبحثون عن الكنز المفقود ويتحدثون عنها بمراحل وسرور